هنكمل كلامنا عن أولمبياد باريس إنبارح كان اليوم التاسع من منافسات أولمبياد باريس عشرين أربعة وعشرين أبطالنا العرب حققوا نجاحات كتير وطبعاً بعثتنا المصرية اللي بتشارك في المنافسات الرياضية هنستعرض معاكم آخر أخبار البعثة المصرية وأخبار منتخب كورت اليد ومباراته النهاردة قدام الأرجنتين مباراة مهمة جداً كل التوفيق طبعاً لأبطال كورت اليد النهاردة مع الأرجنتين ونصف النهائي الحمد لله حققنا يعني الفرق الجماعية حققت النتائج كويسة جداً وعظيمة جداً المنتخب الأولمبي فرحنا ووصل للنصف النهائي كمان منتخب كورت اليد تغلب على يعني وصيف بطل العالم النرويج والنهاردة هلعب مع الأرجنتين نعرف تفاصيل أكتر مع ضفنا الكريم اللي منوارنا في الستوديو الأستاذ علاء السيد المحلل الرياضي صباح الخير على حضرتك صباح المريفاندر أنا صباح حضرتك حبتدي مع حضرتك بكورت اليد وكورت القدم الألعاب الجماعية يعني على غير المتوقع عملنا إنجازات فيها كويسة جداً يا رب نكمل كده إن شاء الله ونحصل على ميداليا وابتدي معاك بكورت اليد النهاردة ماتش مهمة جداً مع الأرجنتين الأول طبعاً لازم من الناس التي تعرفها أن منافسات الأولمبياد منافسات في الألعاب الجماعية بتبقى أقوى بكتير من بطوات العالم يمكن بس بسسناء كورت القدم كورت القدم بيبقى لها يعني يعني حدود للسن تلاتة عشر سنة مع بعض الإضافات لبعض اللاعبين الكبار لكن منافسات الأولمبياد في كل الألعاب الجماعية بتبقى أقوى بكتير حتى من كاس عالم تعتبر الدور الثاني من كاس عالم أكد أنك دخلت المرحلة النهائية مدخب مصر كوترياد النهاردة عنده آخر مباراة في المجموعة مع مدخب الأرجنتين من المباراة طبعاً نظرياً من المدخب مصر ليه أفضلية لكن مباراة مهمة جداً لأنها مباراة ضد التعب وضد التركيز الزهني فرق المصري قد أربع مباراة قوية جداً مجموعة أقوى بكتير من المجموعة الثانية وإن كان فيه لغبطة في المجموعة الثانية لكن مدخب مصر مجموعةه كانت أقوى بكتير خاصة أنها تضم الدنمارك وفرنسا أول وثاني العالم ويتبادلوا المراكز بقالهم 7-8 سنين أول وثاني أولمبياد وكاس عالم مصر عملت مباريات رائعة وكسبت يمكن أول مباراة النرويج في المباراة أكتر من رائعة وتعادلت مع فرنسا أو فرنسا تعادلت مع مدخب مصر طبعاً التعب والإجهاد في الأربع خمس تلعب مباراة بالقوة دي مباراة النهاردة لعبتنا محتاجة بقى تركز عشان نتعادي بيها مباراة محتاجة جداً عشان نضمن المركز التاني في المجموعة علشان نقابل فريق أهدى شوية في المجموعة التانية إن شاء الله عندنا أسابات نخاف منها مين اللي إحنا عاديين نقول أسطر يا رب يقدر يكمل ومين اللي مش هيكمل عندنا طبعاً من نسبة أن تكون عارفة عندنا بيبقى يعني قايمة مصغرة بتلعب 14 لعيف فقط وده يعني عدد قليل في حجم مباراة 7-8 مباراة في 12-12 يوم عندك 7-8 مباراة فطبعاً بيبقى ضغط كتير جدد على اللعيبة إحنا للأسف بس مهابس العيد حصل له وإصابة قوية شوية في المباراة الأخيرة وخرج برا القيمة ودخل مكانه أكرم يسري منتخب مصر يعني في بعض الإجهاد بعض اللاعبين أتمنى النهاردة المدرب يقدر يعني المطش النهاردة يديره بشكل بحيث يدي فرصة لكل اللعيبة تلعب يدخل بعض اللعيبة ليس ما دخلتش ويددي بعض الرحاعت لكن ده طبعاً لازم على مش على حساب نتيجة المباراة ولا على حساب التركيز اللاعبين أتمنى إن شاء الله النهاردة اللعيبة تخش بالتركيز الكبير ويلعبوا مباراة تدخلهم إن شاء الله رب العالمين للدور البعد كده بشكل مسترايح منتخب مصر لسلاح الشيش النهاردة حي لعب الولايات المتحدة الأمريكية لم يوفق في الفردي فردي الشيش بشكل كبير على مدار التسعة أيام شايف المنافسة النهاردة هتبقى عاملة إزاي مع الولايات المتحدة وبصفة عامة نتكلم على مشاركات السلاح بصفة عامة في الأولمبياد السلاح كان طبعا أول فريق أهدى أو أول اتحاد الدائدى لمصر ميدالية بنونزي محمد السيد كان فيه أمال كبيرة أكتر من كده شوية لبعض اللاعبين دياد السيسي المتظنف الأول على العالم يمكن ما حصلوش توفيق أو حصلو بعض الانفعال شوية أثر عليه في النتيجة لكن بصفة عامة مشاركة رائعة لازم نستبع عرفة أن التحدي السلاح أو السلاح في مصر محضر مجموعات كبيرة جدا من اللاعبين اللي مش الدورة دي اللي حتوقف عندها لنهاية نحن بكلم بنين فترة اللاعبين صغار السن واحد ورا واحد يمكن شرفنا محمد السيد محمد السيد آه عنده 17-18 أنا بطورة الفاتت وشاور للناس كلها يمكن كان ليه فيديو شهير وقال فيه أنا جماعة استنوني أنا دلوقتي في المركز الخامس السادس إن شاء الله سبقى في المنصة الدورة اللي بعدها وده تحقق وفعلا خاد البرونسان أنا بكلم كده برضه تخطيط رائع من من السلاح المصري آه النتيجة إن شاء الله النهاردة يعني بكلم بصفة عامة المشاركة رائعة آه والفريق والسلاح في مصر يعني بتقدم بخضوات كويسة أتمنى لدني عليها وأنا مش صراح ما ببصش لنتيجة آه إفجنت معين أو خلافه النهاردة فريقنا في بعض اللعيبة الصغار في مكسب ما بين الصغارين والكبار يمكن ده بيقل فرصة شوية لكن أنا شايف أن المسابة لكن ده لونج ترم او استثمار بعيد المدلة إن هو ده اللي حيأثر على شكل اللعبة بعد كده والتصنيف بتاعنا في اللعبة أنا بقول أن يعني دايما بيقى فيه عندنا التخطيط المتوسط اللي هو دورة أولمبية وبعد كده عندي دورتين ثلاثة فأعتقد إن الرؤية بتقول إن سلاح المصري ماشي بسكة سريمة وإن شاء الله الدورة الجاية حنلاقي فيه آآ مدريات برضو بنفس الشكل ده حققوا أول جزء من الخطة بتاعيتهم يمكن كنا تمنا أحسن من كده لكن الخطة ماشي بسكة سريمة تمنا على مروان القماش ربنا يسلم يعني بعد إصابته في سباق الـ 800 متر انسحب من سباق الـ 800 متر بعد إصابته في الكتف آآ الإصابة طبعا خالها في الكتف آآ والإصابة طبعا دي كانت صعبة شوية وشارك وهو مصاب في 800 متر وطبعا انسحبه ده كان أمر طبيعي طبعا إنه مقدرش يقوم بكرة في واحد بس طبعا آآ أنا بس هنا عاوزة يعني أوجه للنقطة مهمة أنا شايف لازم اهتم شوية بالإجراءات الطبية لللاعبين لأن فيه بعض الكلام حصل حوالي الموضوع وإن كان طبعا أنا أحيي جدا اللاعبين اللي بيحاولوا يشاركوا بأقصى حاجة عندهم لكن قرار دايما لازم يكون فيه قرار إداري طبي بيحدد المشاركات تبقاش المشاركات على أساس على أساس اللاعب أه الحماسية أو الناس عندها نتائج كويسة ولازم تخش بأي طريقة لأ يعني لازم يبقى فيه إيه يعني بعض الإجراءات الطبية نهتم شوية بالنحة الطبية شوية ويبقى فيه عندنا برضو استثمار طويل الأمد إننا نحافظ على اللاعب بتاعنا اللي احنا بنعده وبنصرف عليه ومستنيه منه القادر طبعاً مهم جداً يبقى فيه عندنا عناية طبية يعني مش عادية ده أقصى من عادية للأبطال الرياضين اللي محتاجهم في أسبوع معين أو عشت يام معين دول أنت بتقعد تتصرف عليهم بتإنفست فترة طويلة جداً ومحتاجهم يبقوا أقصى جاهزية في الفترة دي المراجعة الطبية ليهم بشكل كبير سواء من الاتحادات أو من لجنة الأولمبية لازم يكون فيها أفضل من كبير ودي نقطة مهمة جيدة طبعاً رك أشرت إليها كمان عشان أقدم لاعب أولمبي يشرفني ويشرف ويرفع اسم بلده في الأولمبياد امبرح كمان إلى جلب مروان الأماز شوفنا انسحاب نائل نصار قفز الحواجز وإصابة الجواد الخاص به في سباق قفز الحواجز طبعاً ده عدم توفق كبير يعني احنا الناس كلها زي ما يقولوا كده ركزت مع نائل أكتر من اللازم شوية وقاعدت تقول هو الوحيد اللي داخل وطبعاً الناس كلها طبعاً كوفنا سوشيال ميديا وطبعاً وطبعاً الكوميديا المصرية العادية متوقعين يعني متجوز بنت بيل جيتس أجنرار في العالم وكمان عاوز ياخد مداليا فطبعاً الموضوع إيه يعني كان فيه تركيز شوية لكن هو فعلياً فيه لوائح معينة بتحكم شركة أي رياضين في الأولمبياد خصوصاً بعد معادة معين ما قدرش يغير يعني أنا سأقولنا في كورتريات هو الحكم إنها ما غيرش الجواد اللي أنا بشتقي يعني هو طبعاً اللحظة دي اللوايح ممكن نعمل كده يعني اللوايح بتقول طبعاً ما ده إحنا قلنا بقى جزء الطبي ده لازم كان بفيه شوية مراجعة لكن اللوايح بتقول إن بعد تاريخ معين ما قدرش أغير الجواد بتاعي ولا غير الفارس طبعاً كان لازم يبقى فيه احتياط من الأول لحاجة سي كده طبعاً ما فيش موارج جداً إن الجواد يتصاب أو يحصل حاجة طبعاً لازم يكون فيه احتياط للموضوع يعني فيه تاريخ معين ما قدرش من بعده أغير يعني ما قدرش أنا إيه يعني حط كل حاجة كده مركزة على واحد معين بدون فيه خطط بديلة لو حصل حاجة لقدر الله لإنه وارد جداً في الأولمبياد حد يتصاب ما زال اللاعبين ولازم يكون فيه بديل خطط بديلة ما قدرش أحط يعني كل رهاني على حاجة واحدة فارس وجواد بتاعه وممكن حصل الإصابة دي طبعاً هي بدلك بس برضو يعني مراجعة الإدارية طبعاً هي فقط حظ سيء ولا فيه مشكلة فيه التنظيم بشكل أو بآخر في الأولمبياد ده اللي بوجي بيليه طبعاً مراجعة احنا شايفين إصابات متعددة شايفين احنا لو بنتكلم على الفروسية فقط ده سادس إصابة تحصل لسادس جوادوي وسادس منسحب من البطولة وارح إن فيه مشكلة ولازم يتفتع لي اللواح طبعاً ممكن تراجع أنا عاوز أدي مثل في كورت اليد ده كان عندنا مشاركة 14 لعيب وليك واحد بس تغيره لو حصل إصابة طبعاً الأولمبياد دي حصل يعني فيه شئة تعديلات اللعيب اللي بتصب يتغير في كورت اليد يعني بس ما قدرتش تغير من القيمة الأساسية لو اختفت القيمة لو حد تصب منها بغيره من قيمة احتياطية بعكس بطوات العالم إنكتة ممكن تبدل اللعب لو مستوى مش عجبك ممكن تبدله أثناء البطولة لكن في الأولمبياد اللعب اللي بيتصف فقط هو اللي بيحصل له تبديل مراجعة اللوايح على فكرة اللوايح مش حاجة بخد تبقى ثابتة لازم برضو حتى للتحاد الدولي في مرونة طبعاً يا في مرونة شوية عشان شارك الناس أنا مش جاي أضغط على الناس عشان إيه يعني أنا في الآخر في صرف حصل وتنظيم حصل والناس بتحضر وصرف سسمار كبير جداً عشان أوصل لمرحلة دي في الآخر تقول لي ما تشاركش عشان فيه لواح معينة الموضوع لازم يكون فيه شوية إيه يعني شوية مرونة علشان يعني نخلي الناس تشارك بأفضل ما يمكن إنبارح ملافسات رماية الاسكيت شفت إزاي مشاركة النائبة أميرة أبو شقة في هذه الملافسات وفرص اللي قدامها النهاردة هي بصفة عامة مشاركة الرمي عن ديلا في مصر طبعاً أنا يعني حزنت شوية على عزمي محيالبن كان فيه فرصه عالية إنه هو ممكن يحقق ميداليا وكان فيه رهانة على الميداليا بتاعته لكن بصفة عامة مشاركة السيدات في الأولمبياد الباريس السيدات المصريات طبعاً أنا صراحة شايفة أكتر من رائعة طبعاً يعني بغض النظر عن النتيجة اللي حصلة أبطال أفريقيا تأهلوا وحصلين على التأهيل بشكل رائع أبطال أفريقيا بأرقام جيدة جداً بشاركوا في بطولة العالم زي ما كده بنتكلم إحنا عندنا الأمم المتحدة فلازم يبقى فيه مشاركة مصرية وخصوصاً للسيدات شاركوا واعتقد أنهم حققوا النتائج جيدة جداً وهنا طبعاً برضو رغم أن السوشال ميديا تكلمت على نادي حافظ وأن فيه بتلعب منافسات وهي حامل في الشرح السابع فطبعاً ده جزء طبي قلنا على أن فيه كان لازل يحسب مراجعة لكن النتيجة أكتر من رائعة وبتثبت أن فيه عندنا مواهج دكتورة وزوجها دكتور وإحنا عادينا في البيت خايفين على الجنين أكتر بالإضافة لدكتور الفعصة الطبية يعني خليل من المنطق هو طبعاً إحنا لو كلمنا في القصة دي يعني أنا بقول أن دي ناحية إدارية أكتر طبعاً أنها ما تشاركش لكن هي شركة عاملت عاملت ناتيك ويسك أنا بقول أن لو أنا موجود في الاتحاد مش هوافق على مشاكلة طبعاً خوفاً طبعاً أو حرصاً على حاجة تحصل لكن حققت نتيجة رائعة وهي ما يعيش برضو يعني بطلة أفريقيا طبيبة شخصية نكحة جداً فصراحة يعني إذا كانت تستطيع وإن ده ممكن لا يؤثر عليها بالعكس بممكن يؤثر على الرانكين بتاعها فليه بس هي أخذت ريسك كبير جداً أنا بكأن أخذت ريسك كبير وحققت حاجة أنا شايف أنها أخذت حاجة من ناحية النتائج الرياضية لكن بريسك كبير جداً أعرف أن هي ما تتلامش شخصياً لكن يدي تلام السمح للأتراحة إحنا مستنيين ميداليات تاني يعني في ميداليات أنا خايفة طبعاً يعني نبص ونركز بقى فالناس تبتدي تعمل مزيد من الضغط لكن إحنا مستنيين ميدالية من المنتخب الأولمبي لكرة القدم مستنيين ميدالية من المنتخب اليد وطبعاً مستنيين ميدالية من الأتقال في عندنا طبعاً الأسقال التايكوندو الخماس الحديث مش عاوز أقول أسماء بقى عشان ما نأكس لكن نظرياً نظرياً أن نجي لحسب يعني حظنا من المدريات بنقول طبعاً رفا الأسقال وفي عندنا أبطال فيه مش هنقول أسماء طبعاً ناس كلها عارفها ممكن نجيب كم ميدالية فيه إن شاء الله يعني يعني طب في أمل كبير في مدريات في رفا الأسقال وتايكوندو عندنا يعني عندنا رصيد بس برضو لازم الناس تبع عارفة إن الأولمبياد بتبقى مدة أسبوع إفنت مدة أسبوع عشر تيام أنا ممكن أبقى يعني الفترة دي لأن طبعاً الفروق بسيطة جداً من الأبطال الفترة دي ممكن بيبقى لو فلت التركيز بتاعي فترة يومين ثلاثة رفقات التركيز ممكن أفقد المدري يعني أنت لازم تكون في الطفور بتاعك يوم الإفنت في يوم الإفنت ده لو أنت يعني عندك أي حاجة مدرسات كلها متقربة زمانية حتى يعني منتخب كورة اليد ماتش يوم وراء يوم يعني من الأقل دينمارك نرويج أرجنتين نظرياً قبل ما تخش الإفنت بتبقى في تصنيفات إن أعرف ده أول ده تاني تالت رابع حسب الإفنتات اللي قبلها لكن الإفنت يوم الإفنت نفسه حتى الفنية والطبية والبدنية والنفسية كمان هي اللي بتأثر عليك في الإفنت ده خصوصاً في المستوىات المتقربة نتمنى كل التوفيق إن شاء الله للمنتخبات المصرية بصفة عامة اللي موجودة في الأولمبياد ومستنين كمان نشوف نتائج أكتر من رائعة إن شاء الله أجزاء علاء السيد المحلل الرياضي شكراً جزيلاً لكم شكراً لنورتنا وشرفتنا يعني النهاردة أبطال كورتلاب إن شاء الله سيشرفونا مع ماتش الأرجنتين شكراً للمشاهدة